هل خسر الشيعة الدولة مرتين عام 1920 بالاحتلال البريطاني ثم عام 2003 أمريكية استاذ أحمد وهي من المفاجآت أولا دلالة إيمان الشيعة بعروبتهم هم الذين وافقوا بعد الاتصالات والمرجعية تحديدا قالوا نريد حاكما عربيا للعراق وقبلوا يعني ليس كما تقول الرواية الشعبوية الشفاهية قشمرو لأنه السيد هو السيد اللي جانه يعني الملك فيصل لا هم أرادوا أن يؤكدوا قضيتين قضية الأولى أنهم عرب أنا أقصد آسف يعني الشيعة بدليل قالوا في خطابهم للبرسي كوكز وللتشيرشي الحرية حاكم عربيا ثمين قبولهم للآخر أي أن كان أي أن كان الطائفة وهذه إيجابية بحقا إيجابية ثانية سأذهب إلى قضية أخطر قالها حن بطاطو وربما سأثيض شهيتك في الحديث حن بطاطو يقول في كتابه العراق في الجزء الثاني يقول أن العثمانيين وشوشوا بآذان الإنجليز قالهم إياكم وأن تسلموا السلطة للأغلبية لأنها غير مضمونة الولاء لكن سلموها للأقلية وأنا لا أتحدث عن الأغلبية ربما يذهب يعني رؤية السامع طائفية لا الأغلبية انطوها لا تطوها للمقاريد البجنوب لا للشروقية هم أكثرية الطوها للأقليات البيوتات ولهذا تجد أن الوزارة الأولى هي عبارة عن بيوتات أولغاركية أستاذ أحمد له الشيوخ عشر له إقطاعين له ولد رجال دي الأغلبية مو الآن تحكم ما بعد الآخرين الثلاثة مو محكمة الآن موجود الأغلبية لكن سأذهب إلى قضية الوعي التي قالها علي الشريعة وأدونيس الذي قال الممارسة نحن الآن حولنا حق الأغلبية إلى زبائنية سياسية بمعنى أستاذ أحمد بمعنى الذين يذهبون للانتخابات لا يشكلون نصف المجتمع بل أقليتهم ولا يمارسون حقهم بوعي بل كما تعرف كيف تمارس الدعاية الانتخابية بطريقة ربما بدائية فيها شيء من المبالغة القضية الثالثة وهي مهمة أنا أعتقد أن العراقيين الآن وعوا أن الديمقراطية هي حل الوحيد للعراق لكنهم يعتقدون أو ربما أنا وياك ناقشنا نحتاج إلى جماعة ثقافية تصنع جماعة وطنية هذه الجماعة الوطنية تصنع حكومة ظل جميل جميل هاي